السلام عليكم سيد شاي بضيرار أهلا بك أهلا بك كيف الأخبار يعني ما الذي حدث ومن بدأ بإطلاق النار والله طبعا أولا تهيئة خاصة لكم كل الإلامين طبعا الإلامة الدارة سلطة الرابع تهيئة خاصة لكم وبالأخير سنصل حدث وتهيئة خاصة للأخوان كلهم الموجودين والله طبعا هاجل حصل طبعا مبارن إحنا أملنا لايف وقلنا في أرباط قد تطلع بدون ورد بدون ورد والأرباط دي كلها بتخص المسؤولين عشان كده قلنا أي أرباط ما عندها مستندات نحن أذن نهجز وفيه لنجاد أرباط كتيرة الناس عندهم مستندات فكيناهم الما عندهم مستندات حجزناهم فيه شاهنا فيه 700 شوال سكر مدين ورقة بتاعت فولوسكاب ما مكتوبة فيه أي حاجة ولا مختومة وفيه ورقة تانية شاي لإلاجات الناس هنا إلاجات ما لاقين الناس هنا السكر ما لاقين في الولاية يعني أنت تفتيشك بدواعي البحث عن السرقة تحدث في الولاية أم ماذا وثانيا لقينا ناس الدعم السريق قاعدين يوزوا المواد الغذائية والسكر قاد تجيون من وين أنا دفاعا للوطن ودفاعا لهذه الولاية والإشاء بهذه الولاية عشان كده لقينا ناس الدعم السريق قاعدين يوزوا بوضائي أحسن من القوات المسلحة قاد تجيون من وين ما في عشان ما عارفين عشان كده نحن دفاعا قلنا الهجات دي ما تمشي للدعمة حجزنا اللواري والعربات دي كلها لقينا ما في مستندات يعني لماذا لم تذهب للقوات المسلحة باعتبار أن هذه مهمتها الأساسية دي القوات المسلحة برا عندها شغل وعندها اختام أي عربية حقتهم مختومة نحن نتمنى تمشي طوال للقوات المسلحة لكن الأربات التانية تجي في ناس أملا شغالين مدام السريق لكذا حجزنا الأربات وما عندها مستندات وعندما نجونا نسلجنا قالوا ناس جيش ماء قبلانين قلنا نوضوهم الورق خلينا سرقوات المسلحة يشوفوا الورق لما شافوا الورق قالوا الورق ده ما غانوني وجونا ناس المرور قالوا ندارينا الأربات نشيلا نوضيها الهوش قلنا نطوال الفضلوا واشالوا الأربات وضوها نحن قادنا عملوا لنا هجوم بـ 50 لاندي خمسة وعشرين بيجاء خمسين ماذا؟ خمسين لاندي راند كروزارات نحن نسجيش داتوا نحن قادنا عملوا لنا هجوم بـ 25 لاندي بيجاء بـ 25 بيجاء الحمد لله الشباب والأبتال الموجودين بتاع القواتنا دي تحالف أحزاب ورقاش شرق السودان هزم وطمر بيجي الغومي دارة وحدة الكفاء مسلحة ويقفوا واحدة جروا ورجوا دربوا نار ما خلوا نار كل النار دربوه الاندهم وانتوا ما ضربتوا نار؟ نحن من ضافة لنا في سنها هموا ضربوا النار وهموا اللي أملوا لنا هجوم ونحن يفتغلنا معهم شغول دبلوماسي هجزنا العربات بذن ما ندع ورقاشاً كده ودينا لهم وقعدنا مكاننا هموا أملوا لنا الهجوم هموا البدل الهجوم ونحن سدينا الهجوم حقتنا القوات المسلحة الموجودة في المركز الواقع في المعارك تهي خاصة لهم والقوات النظامية بمختلف مصمعاتها في الخرطوم القتدافع للوتن والقتدافع للسودان تهي خاصة لهم الغوات الموجودة في ولاية البهر الأحمر في الغرف المغلغة ما بأترف بهم ولا بني أترف بهم نحن ولا بني أترف بهم ولا بني أترف بهم سيد شيبة يعني البعض أيضاً يرى أن هذه مهام الدولة الرسمية يعني ألا تعتبر ألا تعتبر أنك الآن تقوم بتمرد جديد خاصة أن الدولة الآن من ناحية أمنية غير مستقرة لا يضاعف هذا من عدم الاستقرار الأمني في الدولة حينما تشتبك قواتك مع الجيش طبعاً البعض أزلم أنا ما عملته هجوم أنا اشتغلته شغل يعني شغل منظم وشغل ما بخلي التهريب يمشي لأنه الهاجات دي بيقات تمشي للدعمة بيقات تمشي للدعمة السريعة أنا من أيام رمضان مؤيدة القوات المسلة والقوات النظامية بمختلف مصمعاتها لكن فيه تعبور خامس في هذه الولاية فيه تعبور خامس في هذه الولاية دارين الأربعات دي تمشي وأمنين تسهيلات للناس قاعدين الهاجات دي تسأل للدعمة نهنا نأيد الغوات المسلعة في الخرطوم والقوات النظامية بمختلف مصمعاتها في الخرطوم لكن في الغرف المغلغة دول نهنا ضدهم ولا بنا نتعرف بهم ولا بنا نسمع كلامهم شكراً لك سيد شيد